اشتركوا في القناة على كامل البلاد والتي كانت تحيانا كثيفة في أقصى الشمال وشريحه لطلب منه نصيبنا اليقظة في السواحل الشمالية بخليج حمات وبجية الساحل ونوصلت سرعتها إلى مستوى 60 كم في الساعة نتيجة لتأثير منخفض لضغط الجوي متواجد على خليج جنواء اللي تقريبا تأثيرته ويشتبقى نسبيا متواصلة على المدى القريب تبعا لذلك كانت فما تحذيرات بالنسبة للملاحة والسيد البحري على طول شريط الساحل الشمالي وأيضا بسواحل سوسة المنستير والمهدية باعتبار أن البحر كان هائج إلى شديد الاثراب للا أن توقعوا كون الأزواء بشكون بردة خصوصا في المرتفعات أرقام ليلا في مستوى الدرجة الوحيدة قيام حرارية قد تتروح بين ثلاثة لثمانية في بقية مناطق البلاد مواشرات نشاط خلايا راعدية في مناطق أقصى شمال قد ترفقها أمتار متفارقة في معدى ذلك ظهور بعض السحب خلال اليوم الغد إن شاء الله بشكونوا معنيين بانخفاض متوقع في درجات الحرارة فترات موشمسة تدخللها بعض السحب العبرة كما لم يستقس اليوم سحب تتكاثف أكثر في مناطق الشمال إمكانية نزول أمتار متفارقة ومواقع ترادية في أقصى شمال وإمكانية حتى تساقط بعض الثروج ليلا في ليلة الفصلة من بين يومي الأحد والاثنين بنسبة للمرتفعات الغربية لبلادنا كالعادة قد منكم قراءة سريعة لدرجات الحرارة حرارة القصوى المنتظرة ظهر يوم الغد ونتوقع ترجح المستوى الأربعتاش في نابل أتلوتاش في قليبيا أربعتاش في تونس الكوبرا أثناش في زغوان بالنسبة لبنزارة تتوقع الأرقام ظهرا تكون في حدود الأربعتاش درجة قد نسجل عشر في تبرقة أثناش في باجة في جندوبة عشر درجات بسليانة واحداش بالكاف بمناطق الوساط بتلع حرارة القصوى في مستوى ثمانية درجات قد نسجل خمستاش بالقيروان بجية السحل بسوسة خمستاش ستاش في المنستير وفي المهدية بسفيقس وبيزور قرقنا حرارة القصوى تكون في مستوى ثمانية درجة أقل في سيريبوزيت أثناش وتقص بارد بالقسرين حرارة القصوى لا تتعدى مستوى العشر درجات بالنسبة لمناطق الجنوب الغربي نتوقع أن الأرقام تكون في مستوى الثناش في قفسة في توزر خمستاش في قبل خمستاش في قبس وببقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربة الحرارة ظهرنا تكون في حدود لخمستاش ستاش في مدين سبعتاش بتتوين وبرمدة بالنسبة للملاحة وسيد البحري بسوحلنا شمالية منطقتين سيرات وخليج تونس ريح تكون غربية فجنوبية غربية سرعة من عشرين لخمس وعشرين عقدة تصل مؤقتا إلى ثلاثين في شكل هبات والبحر يكون شديد الافتراب بشمال بخليج حمامات وبجيرة الساحل ريح أيضا جنوبية غربية سرعة من عشرين لخمس وعشرين عقدة بحر شديد الافتراب في مدرب وبمنطقتين الشابة وجربة وصولا إلى جرجيس ريح تكون مياق قطع الغربي سرعتها لا تتعدى مستوى العشرين عقدة ويكون قليل الافتراب في مدرب كل عادة قدموكم فكرة حول حالة تقس ببعض المدن والعوسم الأجنبية بينواك شرط حرار قسوة في مستوى ثمانية عشرين درجة سماد كونسافيا بالدار البيضاء السوتاش تقس ممتر بالجزائر والحرارة تتراجع لمستوى الاثناشين درجة متوقع ظهور بعد سحب في ترابلوس الثمونتاش بالخرطوم سحب عامة قليلة خمس وثلاثين بالقاهرة متوقع تجيل تجيل ثلاث عشرين ظهرا مع ظهور بعد سحب البقاء المقدسة سماد كونسافيا بالمدينة المنورة تسع عشرين ثلاثين وثلاثين في مكة المكرمة أربع عشرين بالدوحة سحب قليلة بأبو ذابي تلاث عشرين تلاث عشرين في مسقط الثناثين بالكويت وببغداد مع ظهور بعد سحب بشرق الأوسط متوقع تجيل السبعتاش في دمشق أعلى ببيروت ثناثين سماد كونسافيا في القدس الشريف ثمونتاش درجة سحب كثيفة في إسطنبول والحرارة قسوى في مستوى الاربعتاش درجة وبأوروبا برما أجوء تكون ممترة نسبيا حرارة ظهرا في حدود العشر درجات تقس بيرت بيفيانا ست درجات ثلوج ببرلين حرارة قسوى في مستوى الدرجة الوحيدة ثلاثة ببريوكسيل أمستردام وجونيف بريس تثة درجات أمتار في مرسيليا ثمانية درجات بإسبانيا ثمانية في مدريد وبالبرتغال تلوتاش بلاشمونة تطور الوضع الجوي خلال أيامات القليلة القادمة بنسبة اليوم الثنين مازلنا معنين بهبوب رياح قوية في المناطق السحلية الشمالية اتباعا لذلك توصل بحر شديد للإفتراب مضترب في بقية المجالات البحرية درجات حرارة نسبيا مخفضة وأجواء بردة تقريبا الأرقام تكون من بين التسعة لأربعة شن درجة في أغلب مناطق البلاد مؤشرة نزول بعض الأمتار في أقصى شمال في معدى ذلك التقسيكون أحيانا كثيفة السحب بالنسبة اليوم الثلاثة ريح تتوصل في أغلبها من القطاع الغربي غربية فجنوبية غربية تبقى قوية قرب سواحل ومعتدلة فقوية نسبيا داخل بلاد البحر يكون شديد للتراب لمضترب في كافة المجالات البحرية قد نسجل ارتفاع تفيف فيما يتعلق بدرجة حرار أجواء مغيمة جزئيا مع إمكانية نزول بعض الأمتار في مناطق أقصى الشمال موعد شروق والغروب بمدينة تونس اليوم الغد شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة 37 و32 دقيقة وغروبه في الساعة الخامسة و16 دقيقة لمزيد من المعلومات والرشادات نذكركم بطرق الاتصال وتواصل بالمعهد الوطني لرس الجوي موقع الويب صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد والموزع الصوتي 88404 أوقات صلاة اليوم الغد بمدينة تونس صلاة صبح بداية من السادسة إلى دقيقة ظهر منتصف نهار 31 دقيقة صلاة العصر في الساعة الثانية و57 دقيقة صلاة المغرب في الساعة الثانية و18 دقيقة وصلاة العشاء بإذن الله في الساعة سادسة و49 دقيقة شكرا على حصم متابعة الاتمام إلى اللقاء اشتركوا في القناة